رئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالإسراع في عملية تحديث وتطوير قطاع النقل البحري على نحو يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري ويساهم في استراتيجية ونهج الدولة لتعزيز حركة التجارة البينية من وإلى مصر توجيهات الرئيس السيسي جاءت خلال اجتماع حول تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر وفي اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بالقيام بالدراسة التنفيذية الدقيقة لمشروع مرابط مصر لما ليه من قيمة مضافة ومرضوط ثقافي وحضاري وسياحي وإن تكون مزرعة الزهراء العريقة للخيول العربية الأصيلة هي النواهي الرئيسية للمشروع بعد تطورها والامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم